اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الامر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له قدوه قال لما بن جوزي أنفع العلوم مطالعة سيرة الرسول كل ذلك في برنامج سير أعلام النبلاء بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لما يعني ما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم الصلاة والسلام على أشرف من صلى وصام وطاف بيت الحرام وعلى له وصحبه الكرام ثم ما بعد حياكم الأخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم سير أعلام النبلاء نتكلم فيما ذكر الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي بجملة من طبقات النجباء الأطهار والمتقين الأبرار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع مؤلفاً مباركاً جاوزت ثلاثين مجلداً فيما كان فيه من الأمور المباركة وما كان من عطائهم وبذلهم وسخاء لما كان من باب الخير العظيم حديث بطلنا في هذه الحلقة حديث عن أحد الصحابة حديث عن رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم للحلال والحرم معاذ من هو معاذ؟ ابن جبل رضي الله عنه معاذ ابن جبل كان رجلاً معطاءً للخير ورجلاً كان فيه من الفضائل الأمور العظيمة بمعنى كان إسلامه في بيعة العقبة الثاني أي بعد قرابة ثلاثة عشر سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أي في السنة الثالث عشر من النبوة وقبله مجموعة من الصحابة ممن بذلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهنا فائدة مهمة أن من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة إذا ليست العبرة بطول المدة إنما العبرة بصدق الفعال وطيب الكلام مع من كان مقدماً لباب الخير هذا الأمر يولد سؤالاً طبيعياً وأمراً مهماً على كل إنسان يقرأ سيراء الأبرى يترى ما هو مقصود القراءة منه المقصود الأول التشبه المقصود الثاني أن يعرف ما قدموا وأن يدعو لهم بالخير وكما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإمام ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمر فهذا بيان ظاهر جلي لكل إنسان أن يعرف أن الصحابة لهم مكان ولهم موقف ولهم فضل ومزية على كل أحد النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسول وأول سفير بالإسلام داعي إلى الله جل وعلا أرسله إلى المدينة إلى يثرب قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فلما وصل مصعب وكان يقرأ على الناس القرآن وكان يعلمهم وكان فيه الموقف العظيم هنا التقى معاذ بمصعب ولما سمع القرآن الذي هو أعجب ما في القرآن سطوته على القلوب بلا استئذان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله معاذ كان فيه من فضائل والنجابة كان أن ألهمه الله عز وجل مواهب وهنا فائدة أن الإنسان إذا كان لهم موهبة فليستغلها فإن مواهب هي أعطيات وأهبات من رب البريات فلابد أن تستغل هذه الموهبة وأن بعض الناس يوجهك فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف جعل له عليه الصلاة والسلام هذه المرتبة العالية حياكم الأخواني الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بأعينكم ويتهدى إلى مسمعكم عبر أثير قناة إثرا الفضائي نتكلم بسيرة معاذ بن جبل رضي الله عنه وما ألهمه الله جل وعلا من الهبات من رب البريات سبحانه وتعالي بعض الناس يهبه الله عز وجل حفظاً يهبه الله عز وجل طيب منطق يهبه الله عز وجل حسن البلاغة يهبه الله عز وجل براعة في شيء فإن هذه هي الهبات فلابد على الإنسان أن يستقل والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو بطل بين الصحابة يرشدهم عليه الصلاة والسلام لاستغلال هذه المواهب وهنا فائدة للمربي إذا رأيت من أحد أولائتك هذه الموهبة فاستغلها ونميها بعض الناس يوجه أبناءه لذلك بعضهم يحب مثالاً على أن يحفظ القصائد وبعض الأبناء يحب أن يخطب ويكون خطيباً وبعض الأبناء صوته حسن فإن الأب هنا أو الأم أو المربي عموماً حتى لو كان المعلم هنا دوره أن ينمي هذه المهبة فإنها إن لم تنمى سوف تكون ناقصة ولمحة وربما يكون الخلل العظيم إذا استغلت في غير موطنها ولذا إخواني الكرام معاذ أول ما أسلم كان بليغاً كان رجلاً وسيماً كان من رآه أحبه بن طيب ملقاه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أن صادها معاذ في أول اللقية ويترى أي مكان لاقى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب رسول وجمع معه أناس وحضروا إلى بيعة العقبة الثانية بيعة العقبة الثانية كانت في السنة الرابع عشر أي ما بعدها كانت الهجرة النبوية فلم يكن إلا وقت يسير وكان مجموع من الصحابة وكانوا أعدادا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إثنى عشر نقيبا منهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كان أعدادهم تجاوز أكثر من سبعين ولما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم كان المبايع العظيم هذه الواقعة كان معاذ معهم ونترك الحديث لمن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصفوا لنا هذا المشهد بيعة العقبة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس ابن عد المطلب رضي الله وعليه فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عمه أن الرجل محفوظ في مكة وأن الرجل له المكانة وأنه لا يخرج من مكة إلا وأنتم الذين طلبتم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فقام أحد النقباء فتكلموا أحسن الكلام فقال يا نبي الله والله لا ندعك والله يا نبي الله وبدأ يذكر نصرة الإسلام ثم قال كلمة عظيمة وقام أحد من الرجال قال يا أيها النس إن سيوف العرب سوف تعضكم أي سيكون الحرب فقام أحد قال والله يا رسول الله لندافعنا عنك كما ندافع عن أزيرتنا وقال بعضهم والله يا رسول الله لو شئت أن نميل على أهل الوادي لمنا بسيوفنا يا رسول الله هذا كان عطاء الصحابة في بيعة العقبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم وبدأت المباعة ثم لمست يد معاذ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت المباعة العظيمة فلما بايعوا هنا صاح رجل بين العقبة أن محمد والصاب أمام معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيطان لأفرغن لك يا عدو الله ثم انصرف الصحابة ثم عدا نبي صلى الله عليه وسلم وهنا اضطرب الناس بموقف عظيم الشيطان صاح بين الوادي ان محمدا ومن معه يريدون الميل عليكم انا ذاك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة